الرابطة المعدنية الذرات والأيونات الذرات متعدلة كهربائياً، وذلك عندما يكون عدد ما تحمله من شحنات موجبة، بروتونات، يساوي تماماً عدد ما تحويه من شحنات سالبة، إلكترونات. ولكن عندما تفقد الذرة أو تكسب الإلكترونات، فإنها تتحول إلى أيونات، فعندما تفقد الذرة الإلكترونات، فإنها تتحول إلى أيون موجب، لأن عدد البروتونات فيها أصبح أكثر من عدد الإلكترونات. أما عندما تكتسب الذرة الإلكترونات، فإن شحنتها السالبة تفوق شحنتها الموجبة، وبذلك تتحول إلى أيون سالب، لأن عدد الإلكترونات فيها أصبح أكثر من عدد البروتونات. الروابط الكيميائية تتحد الذرات كيميائياً عن طريق روابط مختلفة الأسماء والخواص، بحيث تعتمد الرابطة الكيميائية على فرق السالبية الكهربائية بين الذرات. حيث تعرف السالبية الكهربائية بأنها قدرة ذرة العنصر في الجزيء على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية. ومن أهم تلك الروابط الكيميائية، الرابطة المعدنية أو الفلزية الرابطة المعدنية أو الفلزية الرابطة المعدنية أو الفلزية تنشأ بين الفلزات، والتي تتميز بوجود إلكترون واحد أو اثنين أو ثلاثة في مدارها الأخير. لذلك، فالعناصر الفلزية تميل لفقد تلك الإلكترونات لتصل لحالة الاستقرار، وهذا الفقد يتم عن طريق التفاعل مع ذرة لا فلزية. ولكن إن لم تجد العناصر الفلزية عناصر لا فلزية لتتفاعل معها، فإنها تميل لمشاركة تلك الإلكترونات الموجودة في مدارها الأخير مع ذرات نفس العنصر القريبة منها، فتصبح كل ذرة فلزية تحاول إعطاء إلكتروناتها للأخرى، وتستقبل كل ذرة أيضاً إلكترونات من الذرة الأخرى، وكل ذلك مؤقتاً لتصل الذرات لحالة الاستقرار. فيتكون بذلك بحر من الإلكترونات المتحركة بين ذرات نفس العنصر الفلزي، وتتحول الذرات الفلزية لأيونات موجبة لأنها فقدت إلكترونات، فينتج عن ذلك ارتباط بين إلكترونات بحر الإلكترونات والأيونات الموجبة، فتنشأ الرابطة المعدنية أو الفلزية التي تميز الجزيئات الفلزية. خواص الرابطة المعدنية تعطي الرابطة المعدنية أو الفلزية للفلزات الصلابة والقوة. كذلك وجود الإلكترونات الحرة في جزيء الفلز تعطي الفلز القدرة على التوصيل الجيد للكهرباء والحرارة. كذلك الفلزات قابلة للطرق والسحب، ولا تنكسر بسهولة، لأن تجاذب أيونات الفلز مع بحر الإلكترونات يجعل من الصعب كسر روابط الفلزات بسهولة. ترجمة نانسي قنقر